افتتحت الجالية الإسلامية بمدينة زيون بمقاطعة تيليك بولايات إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية أول مسجد في المدينة تحت اسم مسجد الفتح العظيم حسب شبكة الألوكا متابع مع المشاهدين الكرام هذه الصورة للمسجد الجديد في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية بصفته رئيس الجالية الإسلامية بمدينة زيون ألقى مسرور أحمد كلمة من مناسبة افتتاح أول مسجد في المدينة وأشار إلى أن المسجد مهم جدا بالنسبة لنا باعتباره مكانا للعبادة كما أكد مسرور أحمد أن المسجد لن يكون مكانا لإقامة الصلوات والدروس الشرعية فقط لكن سيكون مكانا لتعرف غير المسلمين على الإسلام وتعاليمه وتبلغ مساحة مسجد الفتح العظيم حوالي 12600 قدم مربع وكانت الجالية الإسلامية في المدينة قد قامت بشراء أرض لبناء المسجد عام 2016 ومنحت الضواء الأخضر لبدء البناء في نفس العام وأشار عضو الجالية الإسلامية بالمدينة ضياء بكر إلى أن المسلمين نجحوا في جمع مليون وسبعمائة ألف دولار من خلال التبرعات من أجل بناء المسجد ويحتوي مسجد الفتح العظيم على منشورات ومعروضات تعريفية بالإسلام والمسلمين لتعريف غير المسلمين بالإسلام ولتصحيح بعض المعلومات الخاطئة وكذلك الإجابة على أهم الأسئلة الملحة لغير المسلمين